افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أعمال المنتدى العلمي الثاني المشترك حول البحوث الطبية التجربية على المرضى الأبحاث السريرية والذي انطلق صباح اليوم بمقر جامعة الخليج العربي وذلك بحضور وزيرة الصحة سعادت الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وكبار المسؤولين في القطاع الصحي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الجهود مستمرة لتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أجل القيام بدورها في التنظيم والموافقة على إجراء البحوث السريرية فقد تم اعتماد دليل لجانة إخلاقيات البحوث السريرية ومؤخرا تم اعتماد لائحة إجراء البحوث السريرية والإجراءات الواجب اتباعها لتقدم لمثل هذه الأبحاث من جانبه قال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي أن المنتدى يسعى إلى توحيد الجهود الخليجية المباثرة لتقرى في مرحلة لاحقة لوائح تنظيمية تضع إطار ومعايير أخلاقيات ملزمة تضمن حقوق المريض والباحث معاً من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلهمة أن الهيئة أطلقت عدداً من المبادرات الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مملكة البحرين من بينها تنظيم البحوث الطبية التجربية على المرضى الحقيقة أن هذا المؤتمر مهام جداً لأن الأبحاث في المجالة الطبية حقيقة أن البلدان الخليجية مستعدة لها الآن ويجب أن تعمل على تطويرها وأهم شيء في تطويرها هو وضع النظم الأساسية لهذه الأبحاث لأن مردون النظم الأساسية معناته أنه سيكون هناك سوء استعمال لهذه البحوث وما يكون سوء استعمال للمشاركين فيها من الأول ولذلك البحوث الطبية يجب أن يكون مبنية على نظم وقوانين دقيقة وعادلة للجميع لكي تكون صادقة ومؤثرة ومجدية في النهاية نحن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن نستضيف بالتعاون مع جامعات الخليج العربي المنتدى العلمي الثاني للأبحاث والتجارب السريضية وهي التجارب التي تقام على البشر باستخدام الأدوية سواء كانت أدوية جديدة أو أدوية مصنعة من قبل ومسجلة نحن نطبح في هذا المنتدى أن نحقق شيئين متوازين الأول بيكون جلسة وورشة عمل تدريبية للجانة التي تنظر في أخلاقيات البحوث في المؤسسات الصحية والجلسة الثانية هي جلسة خاصة خليجية عندنا وفود من جميع دول مجلس التعاون هناك ورقة عمل مطروحة بحرينية سعودية فيها مقترح وضع دليل خليجي موحد لتنظيم إجراء البحوث الكلينيكية في دول المجلس ونأمل أن يتم تبنى ورفعه للوزراء الصحية في دول المجلس ترجمة نانسي قنقر